تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتني بلانكن الذي أعرب عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس سيسي في بيان لها أوضحت وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مكثف تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث توافقا على استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضهم وأعرب شكري عن تطلع مصر لدعم الولايات المتحدة لمشروع القرار المطروح من المجموعتين العربية والإسلامية بمجلس الأمن نظرا لطبيعته الإنسانية وما يوفره من آليات تسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة بسهولة ويسر كما تناولت المحادثات تحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالإضافة إلى تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر حيث أكد شكري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضمانا لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر